برعاية سفارة دولة الإبارات في الأردن وبالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني قام الهلال الأحمر الإماراتي حفل الإفطار الجماعي السنوي للأيتام وذويهم وتم توزيع الطرود الغذائية والزكاة الفطر على العائلات المستفيدة المزيد مع مراسلتنا في الأردن سلوى السوالق مكارم دولة الإمارات الإنسانية لا تتوقف عند حد في شهر الخير مشاريع وبرامج رمضانية تم تنفيذها هنا في الأردن منذ بداية الشهر الفضيل جميعها يساهم في التخفيف من أعباء الكثيرين وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي ومثل كل عام في شهر رمضان أقام الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع نظيره الأردني وإشراف سفارة دولة الإمارات في الأردن حفل إفطار جماعي لألف يتيم وذويهم ممن يتكفل بهم ويرعاهم الذراع الإنساني لدولة الإمارات صاروا يعملون لنا فعاليات ويعطونا نشترا وعيد ونحس حالنا عيلة وحدة وأنا بشكر دولة الإمارات كثير شكرا وجاءت دعوة الأيتام وعائلاتهم بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي تواصل فيه دولة الإمارات مسيرة العطا فمن خلال هذا المشروع الرمضاني أرادت أن تعوض الأطفال ولو قليلا عما يفتقدونه من أجواء عائلية خاصة في شهر رمضان الذي يجمع أفراد العائلة على مائدة واحدة نشكر دولة الإمارات يعني شو ما حكينا من قصرين معكم يعني لهم كفرانين ولاد تقريبا أكثر من عشر سنوات اليوم كتير ببسطنا بالفعاليات شكرا لكم رمضان كريم دولة الإمارات سباغة دوما لعمل الخير والاستفادة من رحمة هذا الشهر الفضيل فالعمل الإنساني ركن أساسي وجزء أصيل في علاقة الدولة وسياستها تجاه الأشقة والأصدقاء منذ بداية الألفين ونحن نقوم بشراكة مستمرة مع إخواننا في الهلال الأحمر الإماراتي وحاليا يكفل الهلال الأحمر الإماراتي ما يزيد على 13 ألف يتيم مكفولة من قبل دولة الإمارات لكن اليوم مميز لأنه يجتمع ألف شخص في هذه الليلة على إفطار جماعي لهم الأيتام وأهليهم وتخلل حفل الإفطار الجماعي توزيع زكاة الفطر على العائلات المستحقة إضافة إلى توزيع قسائم لشراء كسوة العيد للأطفال لأخبار الإمارات سلوى السوالقة عمان